اهلا بكم مشاهدين الكرام وهذه الحلقة الجديدة من شهادة للتاريخ نستكمل فيها شهادة ضيفنا الكريم سيادة لواء نبيل أبو النجا الذي شارك في العديد من المعارك من خلال قوات الصاعقة المصرية بدءا من حرب الاستنزاف ومرحلها الثلاث ووصولا إلى نصر أكتوبر المجيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كنا قد تحدثنا في ختام الحلقة السابقة عن لقائك بالواء سعد الدين الشازلي في ذلك الحين عندما كان من أحد القادة ولقائك معه ومدى الانضباط الذي أثر فيك شخصيا طبعا وأثر في زملائك هو ما اهترامي حرك مش أثر فيها والزحمة ده يعني شكلنا عملنا الناس دي هي اللي عملتنا رجالة يعني يعني دول القادة اللي الواحد كان بيستعد يبقى يديله حياته عشان مصر تعيش نعم أنا حكيت لحركة الموقف بتاع الروباط الجزمة قلت إن أخدت منه جزئين أيوة الجزئ بتاع الروباط الجزمة اللي اتقطع فيه جبل الجلالة ده وإزاي إن أنا أربط الجزمة عشان أحافظ على كفاة القتالية ورجلي كذا الموقف الثاني كنا بنعمل دورية اسمها أبو رواش فرقة الصعقة وأنا معلم في مدرس الصعقة وأنا ملازم نعم أبو رواش هي عني جي عند مطار مبابة ننزل الولاد نمشي في الأراضي الزراعية ومصارف مصر لغاية منطقة اسمها أبو رواش نعم البراجيل وناحية وكمبرنا وحثت كده قرى إحنا عارفنا من قرى الجيزة بنمشي مصارف مصر كلها فتحة على الحتة المصارف بقى المصرف كله لحرك عارف عشان نشألب فيه لولاد الفدائيين وندلهم قسوة وشدة يعيش في وسط المجاري والحاجات دي بقى يفضل يلعب شوية إيه يومين تلاتين كنا بنمشي من ظهر مطار مبابة لغاية أبو رواش نعمل إغارة على كبري كده كتدريب ونرجع تاني طبعا في وسط بقى الحاجات دي كانت تدريب شاقة جدا يعني فحملت الولاد من إنشاث في العربيات وأنا أطلع بالعربية الأولانية وهم كانوا معايا حوالي عشرين عربية لوري زل تخال حركة وأنا ملازم شايل مسؤولية عشرين عربية لوري تتحرك من إنشاث على الطريق الزراعي تخش لغاية كبري مسترط خرق في وسط القاهرة لغاية مطار مبابة وأنا ملازم لسه أدوب 18 19 سنة 20 سنة نعم راكب جنب السواء اللايف جاكت من غير أوفرول طبعا حافل إن إحنا ما فيش بقى يعني ده تدريب الولاد مكاومين فوق بعض في اللوري الفرق اللي هم الفدائيين اللي إحنا بندربهم جيت لغاية كبري سرياوز من كبري مسترط عربية فولجة سودة ونزل منها واحد رايد ويشاوري لنا بالعربية إركن إركن راكند قال لي تعالى أكلم سات اللواء سات اللواء الشاسلية رايد رايد قاعد في العربية واقف أنا بتصمر وأنا حافي لايف جاكت جاكت النجا عريان كده قال لي أنت إيه؟ طوله أنا الملازم نبيل أبو النجا قال لي فين الساعة بتاعتك؟ طلع فندما أنا طلع دورية تخويض الزراعي يا أبو روح قال لي ما تنقش فين الساعة؟ طوله ما عيش فين الألم؟ عيش فين الورقة؟ ألم إيه؟ أنا في زيني ألم إيه؟ وورقة إيه؟ طلع دورية تخويض في المجاري يقول لي ادي التلقين للسوائين قبل ما تتحرك؟ لا يا فندما أنا معرفش أكس تممت على العربية كوريك اللا فيه اللي استبني المريات العكسة المثلثة؟ لا يا فندما قال لي ما تبقى الزبط تبقى حاجة تانية لفظة ما أقدرش أقوله إيه؟ طول يا فندما لو سمحت قال لي أنت هتعلمني أقولك إيه؟ ما تقولش إيه؟ حرما من الله التشكيل لمدة شهر حاضر فندما واجي لي بعد الدورية أنت وقاعد بتاعك أنا حاضر فندما قاعد يكلمني بالزبط لمدة ساعة اللي ربع عن إيه القول يتحرك؟ المسافات، السوائين، إيه كذا؟ كل التفاصيل اللي ممكن حركة تتخيلها في الدنيا ولو حصل كذا تعمل وأنا واقف رجلية مش قادرة هتشني درس، درس في الآخر يلا ربنا معاك ربنا أوفعك روح أقدم همتك وما ترجع تجيلي والجزة حاضر فندما مرة تانية كنا بنيجي بالأوارب المطاط حضرتك دورية من عند ركن فاروق في حلوان نعم بالأوارب الخشب التقيلة دي والمئدف يدوب أربعة خمسة يشدوه هو واحد بس كل واحد ايدينا دي كان العظم بيطلع منها وضد الطيار نيجي لغاية كبرى مسترد نغير وناخد أوارب المطاط بقى لغاية انشاص كان طبور تأديف شق جدا وأنا برضو معلم يعني فأنا عايز أزودهم على العبادي عبئة تانية لأن كل ما خلقت صعوبات كل ما طلعت راجل أحسن ده كان مبدأ نفسها كنا نبتكر نعمل إيه أكتر فالولاد يجوا بالأوارب لغاية انشاص حتى قبل كبرى في ريال كده عندما تخل انشاص فيه اختبارات ثقة نط ونعمل من الطيارة الهليكوبتر وإحبال شوية شقاوة كده يعني أجيب الأوارب أم لها مية تاني واركب فيها وخلي الولاد يشيلوني 3 كيلو لغاية مدرس الصحف انشاص وهم مش قادرين يشيلوا رجليهم ويديهم كلها دم وعين وابضل أتنطط على الآرب عشان أتعبهم زيادة كل ما تعبتهم كل ما طلعت راجل أكتر أكتر نعم وأقوى فجيت بأتنطط على الآرب لقيت عربية جاية جيب وفيها الله يسمحه بقى أن كان حيسمحه وعمره ما حيسمحه المقدم فاروق الفقيه وكان رئيس الفرع الهندسي في وحدات الصعقة أو قائد الصعقة أو قائد فرع من القوات الخاصة اللواء نبيل شكر والصفة يعني تقريبا نفس الردبرس طبعا أحدث نعم إيه اللي بتعمله ده؟ النعلي بتاع جزمتك طلع منه مسامير خرمت غرف الغاز بتاع الآرب والبلد مش لأ ياهو الناس اللي جلابها اللي قال لرصفها وقت إداني درس في الوطنية أنا بقولي الكلام ده عشان ولادي وأحفالي اللي في الجيش يخلوا باله قلبي كان راجل فلاح ما طوعنيش الراجل ده لأ مش صحة لواحدي كنت يعني المضغة اللي هنا قالتلي لأ الراجل ده في حاجة بينقلك إحساس إن البلد مش لأيا والناس على الرصفة والبلد متضمرة ولازم كذا ونحافظ على خدوني على قائد الصعقة حرمان من علاوة التشكيل تاني وقت وقال لآخر مرة حشوفك أنت دوختيني بعد كده حوديك فين بقى أضربك بالنار لأنه كنت شقي شوائعين بعدها توالت الأحداث انضربت مدرس الصعقة في إنشاص مرتين بالطيران نعم أسكر التواريخ جاء كويس قوي 6 يناير 70 في حرب للسنزاف و7 فبراير 70 مرتين أول مرة 360 شهيد مباني اللي فيها بالقارد منها العرب والمرة التانية حوالي 140-151 طيران الصهيوني ضرب المدرسة مدرس الصعقة في إنشاص رغم أن فوقنا فيه مظلة جوية وأن مدرس الصعقة داخل القاعدة الجوية في إنشاص في حاجة وجوم المخابرات والدنيا تقلبت أكيد في حاجة مش مصبوطة نعم وفي الآخر طبعا اتضح إن اللي عمل هذه العملية هو العميل فاروق الفئي بقول لي أولادي وأحفادي خلي بالكم على الحرص على الأمن القومي من يتكلمش في حاجة مناش فيها من أعرفش لا نسمع لا أرى لا أتكلم وجبي مهمتي لأمراتي ولا عيالي ولا أهلي ولا أي حد حفاظا على الأمن القومي وعلى بلدنا وعشان ما ندفعش دم شهدة في كلام فاضي ده المقدم مهندس فاروق الفقه ويبا سليم وقصة العمالة والخيانة وده طبعا يعني وارد في كل أماكن في العالم بس نعالجه إزاي الأمن الحربي عندنا رقم واحد اللي سبب النكسة في 67 كانت يجي عربية تمشي يقولك النازل المطار السري تهريك المفروض الخوات المسلحة لا أحد يعلم عنها شيء أنت بتعمل إيه فين كذا مراتك يا لك كويس الحمد لله كل حاجة تمام بس ما حد يعرف شيء عن أي حاجة بناشد ولادي وأحفادي وزماني اللي موجودين نعم بعد ذلك طبعا توالت العمليات حدك سجلت الكثير من هذه العمليات وتقريبا يعني معظم الأشياء في كتابك رحلة إلى جهنة نعم هذا الكتاب الذي أصبح يدرس الآن في كثير من الأماكن في أنحاء العالم مثلما تدرس أيضا ملحمة السادس من أكتوبر هو حواك جزء من العمليات العاشي من رمضان نعم ودايما أحب أقولها العاشي من رمضان لأن ربنا نصرنا وإحنا صايمين وفي رمضان وبنقول الله أكبر نعم العاشي من رمضان الموافق 6 أكتوبر طيب قبل ما نتكلم على هذه النقطة لأنه ملحمة العاشي من رمضان السادس من أكتوبر بها الكثير من الانتصارات لكن حضرت دور مهم جدا قمت به من خلال العمل والمشاط في الصعقة الوحدة الاستراتيجية 3 ساعة قتال 3 ساعة قتال والمجموعة القتالية اللي هي في الوحدة كان لك الدور الرئيسي في تأسيس هذه المجموعة القتالية كلفت كظابط مش أسست اللي بيأسس قائد الصعقة اللي هو نبيل شكري أنا كلفت إن أنا تشكيل المجموعة إن أنا أشكل هذه المجموعة يعني بتيجي لي أوامر أنت حتكلف بتشحاضر يا فندم وبنفس كيف تم وما هو الهدف وما هو الدور الذي قامت به الوحدة الاستراتيجية 3 ساعات قتال أسست عام 78 بعد التلت سبعات بسنتين ودي كانت تالت وحدة في العالم كان لها في ألمانيا نظير وفي روسيا نظير وليس لها نظير في دول أخرى كنت لسه راجع من الكويت يعني بعد الحرب عشان الوسام اللي أخدته طلعوني الكويت كمكافأة عشان أعمل المغوير الكويتية النجمة العسكري الصاقة الكويتية نعم فروحت عملت سلاح الصاقة الكويتية رجعت كلفني سيد اللواء نبيل شكري بتشكيل التلت ساعات لأنه كنت في وحدة سماعة الإعداد وتجهيز مصرح العمليات نعم كنت أنا والرائد محسن طه والرائد يسين محمد من المنصورة نحن الثلاثة نواة تشكيل الثلاثة شكناها هذه الوحدة تعتبر صفوت الصفوة في القوات المسلحة نعم أو النخبة بقى اللي هي المفروض أحسن ناس يعني مش إحنا نحن شكناها نجيب الناس اللي يبقوا كده نعم نعم صحيح فلاهم وصفات خاصة ولاستعدادات خاصة وتدريب خاص ومهام خاصة ولادي الغاية دلوقتي أنا فخور بيهم في شمال سينة وفي الوسط وفي منطقة الغربية وفي الجنوب وفي كل حتة عندي أولاد بيأكلوا اللحمة نية يهدوا كبال عندهم عزيمة دول خيروا أجناد الأرض مين ينه أرضى يقدر يتطاول عليهم أو يمسشهم نحن في المعارك المباشرة لا يشق لهم غبار هؤلاء الناس نحن منطين مصر نعم حررتك يعني نبسي تشوف تدريب الولاد دول شكلوا ايه والولاد دول بيعملوا ايه نعم دول يهدوا كبال بس احنا يعني نخليهم يحسوا انهم مبسوطين ازاي ان ما يبقوش الولاد في الجبهة وإحنا كل كلامنا قاعدين نتكلم على فلان اللي بقى نجم النجوم في الكورة وفلان اللي بقى يغني كذا وفلان اللي كذا والرأس كذا والطبل لا نحسسهم بيأ الأهمية شوية نعم مش هنقول عايزلهم مكافأة لا احنا لا نأخذ مكافأة من أحد لا ننتظر كذا هو ربنا هو اللي بيرزق هو اللي بيدي لا نطلب من أحد ميزة بس عايز الولاد يحسوا انهم فحياتهم يبقوا مسترياحين نعم يعني ده حق طبيعي مشروع ان ما لقيش ولد هناك في سيناء حياته كلها وعمره وكلام ده بيفنيه عشان يحمى مصر وهو هنا الناس مش حاسة بيه مش حاسة بيه ده بقى أنا مش هترجمها وهقولها أكلمها هما المسؤولين عارفانها كويس قوي نعم عايزين يحسوا انه في ظهرهم ناس حاسين بيهم نعم حاسين بيهم وبقصرهم طيب وبتطلباتهم وبحياتهم ده أبسط شيء أنا بدي روحي وحياتي لمصر عشان مصر تعيش بقول لكل رجال الأعمال وكل المؤسسات والشركات والناس دول نحن لا نستجدي من أحد شيء نعم احنا كل اللي عايزين انه مصر تحس ان فيه ولادها موجودين في هذه المناطق مش بيعانوا بيعدوا واجبهم بصدر راحب وهم مبسوطين مستعدين يقدموا حياتهم قربان لمصر عشان انتوا تعيشوا طيب ملحمة أكتوبر طبعا رحلة إلى جهنم لمن لا يعرفها احتوى العديد من الحكايات والطريق بالفعل إلى ما وصفته إلى جهنم نعم إلى ما وصفته بجهنم ماذا كنت تقصد هل كنت تقصد عمليات خاصة أو عملية معينة كانت نموذجا بالفعل تكون رمز لذلك أم ماذا حضرتك أنا كنت قاعد قدام التلفزيون سنة 85 بس مع نشرة أخبار الساعة 9 وكان جنبي ابني ودلوقتي عقيد طبيب في القاتل المسلحة محمد نبيل أبو النجا كان قاما عشر سنين بيقول يا بابا ما لقيت إعلان كده بعد الأخبار تعلن الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ممدوح البلتاجي بالتعاون مع اتحاد الكتاب الأستاذ أنيس منصور رحمة الله عليهم لاتنين عن مسابقة قومية للقصة الوطنية عن أكتوبر مدنيين وعسكريين شروطها كذا وكذا وكذا محمد قال لي يا بابا اللي أنت بتحكيها لي قبل ما نام كل ما تكتبها قلت له محمد أنا أكتبها عشانك أنت أخوتك عشان أما موت يبقى التاريخ موجود عندك مسكت رزمة ورق اللي غايت عندي دلوقتي بخط اليد لم يتغير منها حرف واحد عادة أستاذ لغة عربية متخصص قلت له من فضلك صحح للأخطاء الإملائية عشان حرام إن أنا قصة زي دي تتعرض برها ده كل اللي حصل لغاية أدان الفجر إن هذه الصفحات لم يتغير فيها سطر كلها سرد من الزاكرة وبدأتها زي ما حرك عارف هذه قصة حقيقية وليست من نسج الخيال ولها ملف في إدارة المخابرات صوت صورة كامل وتصدق عليها من الست جهات في القوات المسلح إذن كل أحداثة حقيقية قدمناها كزمة الجائزة الأولى جائزة الدولة التقديرية بدأت أصارع من أيامها الغاية سنة التسعين جبنا العقاد عشان نعملها فيلم شافها بكى أمام الرئيس حسني مبارك قال له أنا شفت درت دازن جريتس كيب جانز أوف نافرونز الأفلام اللي أمريكان عاملينها دي يتعامل منها عشر أفلام أي فيلم فيهم أحسن من دول وتتعامل بكذا لغة ويرلد وايد أنحاء العالم تتوزع يشوفوا خيروا أجناد الأرض نعم تقولون مش عايز يذكر فيها اسم نبيل أبو النجا سين من الناس العائد بتاعها نعمل بيه مسجد معهد أزهاري في رأس سدري باسم شهداء الصحة نعم ده كل المطلب بتاعنا بس تتعامل نعم هذه القصة حضرتك بتدرس في حلف الناتو وحلف ورسل اللي تحل على أنها أعقد وأخطر وأعظم عملية خاصة في تاريخ الحروب خمس جمال نعم خمس أفراد نعم واربعين خمسين جمال هذه قصة العملية نعم فضل حضرتك في بداية الحرب يوم السبت العاشر من رمضان السادس من أكتوبر الساعة الثانين هتبدأ الضربة الجوية التمهيد الناراني المدفعية العوارب المطاط هتعدي للشرق نعم من الضفة الغربية عندنا للشرق تقتحم خط حيين برليف وقناة السويس نعم المشاة اللي هتعدي في الشرق ومفارز الصعقة المتقدمة معها هتقعد في الشرق بدون دبابات أو مدفعيات أو صواريخ لأن لازم كباري تعدى عليها الكباري هتأخد من 6 إلى 8 ساعة من بدء العبور نعم طب الفترة دي إزاي المشاة هتصمت في الشرق قدام دبابات العدو العدو بتاعنا قوي وزكي ومضرب ومجهز لا نقلل من شأنه نعم عشان كده إحنا انتصرنا عليه كمان نعم الدبابات بتاعته محتفظ بيها وراء الممرات دي منسميه احتياط استراتيجي أو تعبوي على مستوى الجيش حاجات إحنا درسينها نعم ما يخليهاش قدام عشان الصواريخ بتاعتنا الأرض أرض من الغرب ما تضربهاش نعم يحتفظ بيها فين؟ وراء الممرات نعم كحاقت عشان يحتفظ بيها في الجبال ويخش بيها ساعة العمليات الجيش الثالث اللي احنا اشتغلنا في نطاقه في ممر مثله والجدز دول على بعد يعني من 40 ل 50 كيلو من شرق القناة هو لو دفعهم من الممرات الصواريخ بتاعتنا هتضربه لأهو عايز يلف من عند صدر الحيطان حتى اسمه مضيق رأس السدر نعم لأن هناك عرض الخليج 30 ميل بحري الصواريخ ناوات دارش تجيب هذا المدى ويجي لغاية عيون موسى ويقتحم يهرس الموشاة بتاعتنا في الأرض احنا واجبنا ننزل بالطائرات الهليكوبتر يوم السبت يوم العبور الساعة 4 ونص العصر بعد العبور بساعتين ونص عشان نستغل فترة آخر ضوء ان الطائرات توصل على المضيق على بعد 80 كيلو في عمق العدو تنزل على حتى اسمها جبل زرافة وجبل سن بشر وجبل سومار منطقة جبلية نعم المضيق حوالي 18 كيلو من عين تصار المالح لغاية بيرا بوجرات 4 متر وجبل يمين وشمال لو انضرب الدبابة جبل حيقع على الناحيتين اختيار دقيق من القيادة وتخطيط له نعم المفروض هتطلع 18 طيارة هليكوبتر الساعة 4 ونص العصر ستة طيارات من عند جبل اتاءة اتناشر طيارة من عند مرصد القطمية على وش الأرض طيارة وراء طيارة فاصل 30 ثانية المفروض هتحميهم ضربة جوية تانية قل غاية الضربة الجوية التانية لان الضربة الجوية الأولى حقاقت الهدف الهدف شقيق رئيس الجمهورية ما كانش في صفارة ما كانش ملحق ما كانش قاعد في الهيئة كذا لا اول واحد استوشي اخو رئيس الجمهورية اخو رئيس الجمهورية الزعيف الخالد جمال عبد الناصر معايا في الصعق زميلي واخويا هم يديله انا الفرق او حبيبي وانضم المجموعة 39 قتال مع ابراهيم الرفاع اخطر الوحدات اللي اشتعلت في الحرب وفي الاستنزاف ده مثل اللي موجودين حاليا مش اللي يشغل هنا وهنا وهنا عشان قريبه فلان وعلان بتكلم منتاز صراحة وبعض الناس بتزعل مني لا يعنيني هزا الشيء المهم يا حضرتك قلغية الضربة الجوية التانية طب الصعق هتخش ازاي تخش بدون غطا جوي تخيل حرك طيارة هليكوبتر اسمها ميئة بتمشي زي البطة 40-50 كيلو في الساعة وعلى وش الارض بسرعة اقل عشان رادارات العدو لا تكتشفها مجرد اول طيارة ما طلعت انا كنت في جبع الاعتاقة مع الست طيارات الفانتوم والمراج والسكايروك والطيارات حتى طيارات الفوجا ماجستر والأورجان التدريب بتاعتهم نزلت ضرب طيارات كلها طلعت مرة واحدة كلها نشار الحاجة الكويسة مفيش نسر واحد من نصور مصر الأبطال فكر انه يرجع رغم انها عملية غير متكافأة ان طيارة هليكوبتر زي البطة فهاش حاجة خالص وفوقها الطيارات المقاتلة والمقاتلات القسفة طيارات انفجرت على الارض طيارات الناحية دي طيارات في الخليج طيارات الناحية التانية مولعة الجهاز اللي سلك اللي وراي حديد اسمه ركال 151 بعزها البودرة دم من وداني من منخيري القفص صدري لزق في ظهري بنسمين الزمن من ضغط القنابل الألف رطل اللي ما بيموتش من الشظايع والحاجات دي بيموت من الضغط يتفرتك دم من منخيري حنافيات من وداني صدري مش عارف اتكلم اعاقة الكترونية شاملة على مصرح العمليات فيش اتصالات مين وصل مين ما وصلش حصل ايه محدش عارف حاجة تخيل حرك صعوة الموقف خسائر فادحة القيادة العامة ايه اللي حصل محدش عارف حاجة العقيد أركان حرب فاتح عباس رحمة الله عليه مدير مكتب مخابرات السويس قال لي يا ابو الناجح هتاخد طيارتين هتطلع من عند جبل الجلالة البحرية عارف حرف هندو السخنة هتطلع من هناك على وش الخليج تعدي من عند بين رأس السدر وبين عيوم وساحت اسمها رأس مسلة ومقدة المصر عشان تبع دعم بطاريات الصواريخ هتمشي على وش الأرض في سينة 80 كيلو لغاية هناك الطيارتين كل طيارة فيها من 20 إلى 25 واحد في دقيين ومعهم أسلحة بحيث هننزل هناك لقينا حد موجود على الكمين هندعمه نشتغل مع عمل إناش احنا هننفس الطيارتين جم الساعة 6 يدوب 2-3 كيلو لقيت انفجارات والطيارات واللعت ونزلنا في الماية كله شهد رجعت أنا واربعة بس باللايف جاكت بالحاجات دي وطبعا النار على الماية والقرش والحاجات اللي هي جابونا بقارب حرص حدود واحد اسمه عثمان الجمال كان عندنا في الصاقة الرائد جينا لغاية الخليج الناحية دي لقيت ست العقيد فاتح عباس قال لي المحاولة دي فشلت هنكرر المحاولة مرة تانية من عند ميناء الأدبية من عند جبال عتاء الساعة ثمانية وإحنا ماشيين في السكة وإحنا طبعا مولعين وهو مفيش قالوا إن طلع راشدة بالعيون ومحمد عبد موسى اتنين رجالة من الصاخة من عندنا الله ارحمهم الاتنين بطيارة من عند محاجر السادات عند جبال عتاء وهم على وش الأرض نضربوا بالدفاع الجو بتاعنا ودوارد في الحرب فشلت المحاولة التانية ستلعقين فاتح عباس أنا معاه يا ابو النجس عربعة الصبح الحد 11 رمضان 7 أكتوبر هتطلع من عند مرفق سيد صغير شمال ميناء الأدبية هنجهز لك عشر أوارب دي اللي كيد مواتير هوفر كرافت نفسة كل قارب فيه عشر فدقيين فيه الألغام الزخيرة المية الحاجات دي هتعدوا الشط من أحية التانية برضو عند رسم سلة في النص بين عيون موسى وبين رسد تنزل تاخدوا الحاجات على ظهركوا بالشدة تطلع الثمانين كيلو في الجبل لغاية هناك حاط دي المحاولة التالتة السعر بقى اللي ربع وإحنا بنجاهل سمعت صوت زن في الخليج ببص بالنظارة بالأشعة تحت الحمرة لقيت قاربين ريشف وبرترام صهيوني لنشات صواريخ حولوا المنطقة اللي إحنا فيها لقطعة من جهنم وشهده كتير أنا وثلاثة معايا برض اللي رجعنا سيدة العقيد فاتح عباس اللي أنا بقى يعني كل شوية ألاقيه اللي هتكرر المحاولة الرابعة من عند كبر الشط شمال السويس لو اتنصب هتعدي بعربيات ضر مائية برد مسمعها ما اتنصبش هتنزل بيهم في الماء هتعدي الناحية التانية هنفتح لك صغرة في الساتر تخرم من وسط اخواتنا تخرم من وسط العدو تمشي 80 تيلو لغاية المضيق طبعا كلام يعني عسكريا أو منطقيا بس انت اتعظم وتقول حاضرة فان هو المهم تنفيذ العملية ايا كانت الخسائر نعم جينا الصبح الساعة 8 لقينا الكبري كل ما يتنصب ينضرب بالصواريخ والطيران لان الصهاينة عارفين ان الكبري ده لو اتنصب هتعدي عليه قوتنا نعم وهذا الموقع ده اللي استوشد فيه الشهيد العميد مهندس احمد حمد رحمة الله عليه يوم 14 اكتوبر انضرب بالكبري باللي علي نعم انا كل ما حطوا برطمطين يعني قطعتين ويجوا يكملوا وينضرب كاز روح تنازل بأول عربية بر ما ايه عديت الناحة التانية طلقت فتحوا لي فتحة في الساتر وانا طالع الجنزير لف على المايا وطين وقعت المضرعة في المايا فتحنا الفتحات ونطين شاورت العربية اللي ورايا تخش دخلت الفتحة ساروخ مباشر ميت حتى شاورت اللي بعدها ساروخ مباشر ميت حتى السبع عربيات اللي في الغرب نزل رف طيارات فانتم تلات اربعة طيارة فارتكل عربيات عن اخرها المنطقة هناك تشوفها وزحمة زي فوهات بركانية للأمر حتى كده الحشيش السيال والنباتات دي بقت سودة لا اثر لحياة غير سواد وانفجارات وحفر وشهد وكان وضع صعب جدا نعم وفشلت المحاولة الرابع الرابع المحاولة الخمسة اسرار من القيادة العامة القوات المسلح على تنفيذ العملية ايا كانت التضحيات وايا كانت النتائج بقول لولادي واحفاد اللي موجودين يا ولاد ادي اللي ربنا اكرمنا بيه وقدرنا عليه وعملناه مش بطولة قدنا واجبنا اعملوا احسن من كده انتو اوفر حظا واحسن مننا كتير نعم انتو في عصر المعلومات والتقنيات وكده احنا ما كنا زمان على لمبة الجهاز كنا بينزاك انتو افضل مننا كتير فيش حاجة اسمها جيل اكتوبر وجيل اغسطس وجيل يناير احنا كلنا من راحة مصر احنا خيروا اجناد الارض نعم لما يتقال ان الجيل الحالي وحش احنا وحشين لان انا كأب او جد ما ربيتش كويس اللي حصل حقيقي ده وعملوا احسن منه هتعملوه المحاولة الخامسة قالوا هنجيب طيارات مروحية تنزل فيه منطقة الروبيك المنطقة الادارية للجيش الثالث في الخلف بين القاهرة وبين السويس نعم تقطر طيارات مروحية شراعية وتطلع بيها وتيجي لغاية الضفة الغربية عندنا الطيارات المروحية تلف وتسيب الطيارات الشراعية لاتجاه الريح تتساقط في الشرق في سينة احتمال تلاقي ناس من اللي احتمال يكونوا احياء مبارح اللي وقعوا بالطيارات او انضاروا بالطيارات الصارب على العصر جم عند حتة اسمها بيرو عديب بين جبل الجلالة وبين جبل عتاءة جات الطيارات تلف جم طيارتين مراش طيارتين ثلاثة فارتكوا الطيارات المروحية بالشرعية وفشلت المحاولة الخمسة ده اللي انا ذكرته في الكتاب المحاولات الفاشلة للامداد ليه مش حاول انا بطل نعم يعني ايه انا بطل فاي واحد ممكن يعمل كل في مهمة قديه عشان ولاد اللي جايين نوفر الدم تعلموا من الاخطاء دي عشان ما تكررش المحاولة السادسة والسادسة تابتا ايه بقى خدوني على مكتب مخابرات السويس العقيد فاتح عباس لقيت ست اللي هو نبيل شكري استازي وقائدي وقاعد الصاقة قال نبيل هتطلع به أربعين خمسين جمل طلعو اطلع فين يا فندم قال لي هتاخد قفلة الجمال وهتعدي بيها من القناة نعم تعدي من وسط قواتنا وتوصل لغاية الماضي وتخرم من وسط العدو وتنفيزه المهم موتيكه أنا اتحكت طلعو فندم فشلنا بالهليكوبتر مرتين وبالأوارب مرة وبالعربيات البرمائية مرة وبالطهران الشراعي والمروحي مرة هاخش بالجمال وجمال ايه يا سوز احمد مش جمال الركوب اللي بتشوفها دي زي الحصنة لا ده جمل حملة جابنا من ضراوة على حدود السودان بسيوان سيرتي نزلت فيه القاعدة الإدارية للجيش في الرويك الجبل بيشيل طن الجمل ده جبل ضخم وكنا دخلنا على ليلة 14 أمري النهار زي الليل نعم هتخش تعد القناة بيها طيب وتعد الناحية تانية في وسط قواتنا وتخرم المنطقة الحرام بينك وبين العدو وكاتلسة القوات متدخلة نعم والألغام وحقول الألغام وتخرم في وسط العدو وتوصل للمضيء وتنفس إذا لقيت حد هناك أو ترجع تاني طبعا عملية خيالية عشان كده هنا 80 كيلو حدرك قلت تقريب 80 كيلو دي بالنسبة لنا بالصاقة فاركة كعب زي نفخمت الرئيس بيقول لكنا بنمشي من عند اسكندرية واخد ده لحضرتك من اسكندرية من الدخيلة والحتة دي لغاية نعم العوينات على حدود السودان 1150 كيلو نحن عندنا في الصاقة يعني ما فيش الكلام ده فأنا قلت له فنم يعني قال لي إيه أنت بتفكر لا فنم حاطر الجيش قال لي حتنفس مين اللي قاله إنا جندان على هم الغالبون مين قاله هما النصر إلا من عند الله أنت مش قلت له فنم لا إن شاء الله هاوصل قال لي أنت خايف قلت له بصراحة قال لي ما كملش قلت له أنا خايف من ثقة للمسئولية اللي عليك تافي إن العملية دي زي ما قالوها في حلف وارسو أعقد وأخطر وعظم عملية خاصة في تاريخ العقوب إن دي لو تنفزت العبور حينجح لو فشلت لقدر الله حيفش العبور يعني عملية بنسميها استراتيجية على مستوى مصرح العمليات وليست في حتة معينة لها تأثير شامل على مصرح تقول له عرف أنم أنا نقيب ومقلق ربنا معاك وأنا عارف أنكم مش هترجعوا بس هتوصل تقول له إن شاء الله فان جاب لي أربعة تلاتة من الهجانة من حرس الحدود الرقيب أول السنوسي كاف أمين رحمة الله عليه العريف أحمد صالح رحمة الله عليه العريف محمد فراج لسه على قيد الحياة النقيب نبيل أبو الناجل اللي هو أنا ومندوب بدوي من قبائل الطرابين والحوطات شيخ بدوي كان عمره 84-85 سنة اسمه عم موسى ده قصاص الجرة والأثر واللي هو المفروض عارف الكهوف والممرات والحاجات دي وكده إحنا الخمسة توضينا وصلينا حطينا قدينا على المصحف وتعهدنا إن إحنا إن شاء الله حنوصل اللي هو نبيل كانوع من المزاح أخذ المحفظة اللي معايا والساعة والحاجات دي وأنا بدينوا بيهم لغاية دلوقت على اعتبر أن أنا مش راجع وشوية تهريج راه من أنا شايف الدموع في عينين الناس أن يعني الناس تي مش راجع عن نمع في إيه أغلى من مصر أم الدنيا أمنا أمنا أم الدنيا نعم خدنا طلعنا على منطقة الشط الجمال جابوها بالقطر الحربي لغاية السويس نزلت على بال ما جلنا عند الشط كانوا 20 جمال بالانفجارات بالصواريخ بالحاجات دي 20 جمال الجمال نزلت الجمال أو السيد أحمد نعم بربطه بحلقة هنا وجنزير لأن أنا واخد فرقة موخرة خلف الخطوط دي شغلتي ووتت حديد يدق في الأرض وبرك الجمال أبخاخ وعجله إنما بتحصل غار الطيران وكانت مستمرة الجمال بيجيله هستيريا يقطع الجنزير ويجري بإيه تدحك أقوله أنا حلقيها من الصهاينة أو منك الجمال اللي كان بنضرب بالصاروخ جمال ضخمة كنا بنخش في أحشاؤه عشان نحتمي من الشزايا والانفجارات سأقول لحضرتك بينضرب ويوصاب أشيل الحاجة اللي علي نحطها على الجمال التانية أنا فكري إن الجمال في التدريب والطبيعة غير الواقع شوية إن الجمال عندنا في أرياف لما كان حد بيموت كان مراته تطلع اللي بلبسه قسود دول يقولوا يا جمال يعني اللي هو بيتحمل لقيت الجمال غير كده خالص الجمال اللي بيشيل حمولتين ألاقيه نام على جنبه ويرفص عايز يقلب الإيه الحمولة زال بتصلبط فكنا بنتحك وناخد نوع من الإيه من فكهة عشان نشد يعني همتنا شوية نعم عدينا الناحية التانية بالجمال جزء على براطيم اللي هي جزء من كوبري لانش بيعملها جزء جمال فوق عربية بردم جمال في لانش المتاح وصلنا 12 جمال الشرق الكلام ده يوم لاثنين بالليل نعم وصلت الضفة التانية فتح كان يوم تمانية يوم تمانية يوم اثناشر رمضان نعم بدأنا نخش بقى الأمر يعني الدنيا نهار وكانت قوات الموشاة دخلت اثنين تلاتة كيلو شرق إنما برضو لسه الدعم بتاعها من المدفعيات والصواريخ والحاجات دي مفيش يعني بسيط مش عايز أقولك كالزحمة دا محطيت رجلي في الشرق إحساسي كان إيه كان نفسي أمي الله أرحمها تيجي تشوفني عشان ما تقولي ليش امشي أنا مش عايز أشوفك تاني أقول لها يوم أنا راجلي أنا مش عايز سوار أنا راجل راجل فلاح الله أرحمها بعد العلم حضرتك دي ماتت يوم 19 الحرب بدأت يوم 10 رمضان 6 أكتوبر هي ماتت يوم 19 أكتوبر فضلت في البلد رفع ديها للسماء إن أخر العنقود يرجع بالسلامة وقعد أجم جوز أختي حتى كده رصها عليه دولها ماية بالقطارة مش عايزة تأكل أو تشرب لغاية ما فاضت روحها لإني أنا أخر العنقود بالنسبة لك نحن كان نفسي أرجع أقول لها أمي أنا قديت واجبي ما تسعيش الله يرحم عيني المهم حضرتك عدينا في الشرق أنا التعليمات اللي عندي أمشي بالليل وأستخبى بالنهار بس طبعا أنهي الليل وألهي نهار خلاص 12 13 15 اللي يمدي كلها نهار وليل والصواريخ شغال علي والدبابات والحاجات أنا قلت من الزكاء أمشي أخلي القناة يميني هو أمشي بحيز القناة شوية عشان أتجنب أن أنا أخرم دلوقت عايز أوصل عيوم موسى اللي هي آخر حد وصلته قوتنا كان على بعد حوالي 15-16 كيلو وأنا ماشي يميني القناة خبطت فيه النقطة القوية لليسان بور توفيق دي كان عليها كتيبة 43 ساعة اللي هي كتكتبتي زمان أيام رأس العشر اللي أنا خدمتي فيها وبتشرف في الانتساب لها نعم وبحبها جدا طبعا لقيتها محصرة الموقع الحصين بتاع لليسان بور توفيق اللي فيه الصور اللي بتطلع النقيب الصهيوني اللي سلم للرائد زغلول فتح زغلول نعم نزل العالم الصهيوني ورفع العالم المصري وأدى له التحية دا كان يوم 13 بس الكلام دا أنا كنت يوم 8 هناك وهم محصرين لإيه النقطة بالحضن وكده ورجال وشد حلك قالوا لي مش هنسيبهم لما نطلعهم من الجحور بتاعتهم وربنا معاكم يلا سيد 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 لك سيد سيد اللواء نبيل أبو النجا نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله شاهدين الكرام واستكمال لشهادة ضيفنا الكريم للتاريخ إلى اللقاء شكرا